ينضم إلينا فاروق هلال مراسل دار الإيمان في درع فاروق ما هي المعلومات حول التشكيل الجديد الذي أعلن في حوران تحياتي لك لا إبراهيم والسادة المشاهدين حقيقة اليوم جاء الإعلان عن هذا التشكيل المسمى بالجبهة الوطنية لتحرير سوريا وهو يضم فصائل عاملة في منطقة ريف درع الشمالي وفي محافظة القونطرة وفي جنوب دمشق والبادية طبعا هذه الفصائل التي أشهرها فرقة فجر التوحيد وجبهة أنصار الإسلام هي ليست ذات ثقة العسكري في المنطقة الجنوبية ولم يكن لها دور بارز في المعارك التي تواصلت لأشهر في أحياء مدينة درع أيضا لا يمكن الحكم على هذه التشكيلات والكيانات من خلال البيانات التأسيسية والعمل على الأرض يحدد أو ما يعني إذا كان هذا التشكيل أو هذا الفصيل أو هذه الجبهة الجديدة هي ذات نجاعة أو غير ذات نجاعة وقد شاهدنا أو مرة معنا عدد كبير من الأسماء والتشكيلات والاندماجات التي ظلت فقط عبارة عن مسائيات وأيضا مرة معنا كيانات أثبتت وجودها على الأرض كغرفة البنيان المرصوص أو جيش الفتح وغيرها من التشكيلات نعم أيضا كيف هي الأوضاع الميدانية في درع بعد مرور مدة على اتفاق وقف التصعيد نعم إبراهيم ميدانيا لا يزال اتفاق وقف اطلاق النار الاتفاق الروسي الأمريكي ساري المفعول في منطقات جنوبية طبعا باستثناء بعض الخلقات اليومية من استهداف الأحياء المحركة بدرع برشاشات الثقيلة أو قذاف الهون وهي تعتبر مناوشات يومية عن طوض الجبهات يعني مناوشات روتينية طبعا مع انباء في هذه الأوقات عن بدء انتشار لشرطة عسكرية روسية في مناطق سيطرة النظام طبعا كل هذا يجري بالتزامن مع استمرار اجتماعات في العاصمة الأردنية عمان بين قيادات في الجبهة الجنوبية وممثلين عن الدول الضامنة لوقف اطلاق النار طبعا الجبهة الجنوبية طالبت بإدخال الغوطة غوطة دمشق ضمن اتفاق وقف اطلاق النار الساري في محافظة درع وقونيطرة وكان لها ذلك اليوم دخلت الغوطة ضمن هذا الاتفاق نعم فاروق هلال مراسل دار الإيمان في درع شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر